مرحبا بكم أعظم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة إثبات المزاهب بالبنامات وإحنا في حلقة النهاردة هنتكلم والحلقات الجاية عن معركة أين الله وهنوصق كل اللي إحنا بنقوله من الطرفين سواء كانوا أهل السنة السادة الأشعارة أو الوهابية غلات الحنبلة المجسامة الحلليون حسب ما أثبتنا في الحلقات اللي فاتت وفي الحقيقة الكلام عن المعركة أقصد معركة أين الله لازم نبحث عن نقطة إما تكون مشتركة بين طرفين نزاع أو نقطة يرى أحد الطرفين شرعية طرحة لعقدته من خلالها ونبدأ بأهل السنة السادة الأشعارة وهنفكركم بالقلنا في حلقة رقم 95 وكانت بعنوان شيخ الأسرة الدكتور أحمد الطيب يتهم الرسول بخيانة الرسالة وقلنا في الحلقة دي أن الأشعارة بيؤمنوا أن الرسول حي حتى بعد موته وأنه نبي والكلام ده هنلاقيه في الحاول الفتاوي عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين سيوتي وبيقول كده وإذا صح لنا هذا الأصل كلنا نبينا قد صار حيا بعد وفاته وهو على نبوته وطالما أن الرسول حي بعد وفاته وعلى نبوته وإن نبي عند المسلمين معصوم فأكيد هيكون معصوم وطبعا إلا أسمع في حالة رؤية النبي في المنام والكلام ده أكيد أبن حجر في شرح حديث صحي البخاري كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وبيقولوا كأنه حملوها على ذلك أن رؤية الأنبياء وحيوا أن اسمتهم في المنام قال يقضى وابن حجر لما شرح صحي البخاري في كتاب التعبير باب من رأى النبي في المنام عن أبي هريرة قال سمات النبي يقول من رأاني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به ابن حجر في شرح الحديث قال ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه على أن النائم لو رأى النبي يأمره بشيء هل يجب عليه امتسال ولابد أو لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد كما تقدم إذن الرسول بعد موته حي حياة حقيقية وهو نبي معصوم بعد موته زي ما كان نبي معصوم في حياته وممكن يشرع بعد موته ابن حجر قال أن النبي لو شرع بعد موته هل لابد أن ناخذ بهذا الشرع أم لابد أن نعرضه على الشرع الظاهر طبعا اللي رجحه ابن حجر أنه لابد أن يعرض تشريع الرسول بعد موته على الشرع الظاهر وطبعا ابن حجر الأشعاري بيعرف كويس جدا أن الحاجة دي حصلت مع مؤسس المسهب الأشعاري أبو حسن الأشعاري لأن ابن حجر أشعاري فبيعتبر من أتباع أبو حسن الأشعاري وشيخ الأصهر أكد لنا الكلام ده زي ما قلناه في الحلقة رقم 96 وكانت بعنوان الأشعاري يولن عن دينه الجديد بخلق ملابسه في المسجد ننشوف الفيديو اللي هيقول فيه شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب الكلام اللي جاي هو الحقيقة فيه المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا عدة بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب وطبعا أول رؤية هو يعني لم يكن يصدق ثم جاءت رؤية ثانية وأكدت عليه إلى أن خرج إلى المسجد وأعلم هذا ودلوقتي أنا عوزة كل اللي بيشوف الحلقة دي ركز معي يا شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول أن الرسول ظهر في المنام لأبو حسن الأشعري وطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد هل المقصود يشرع صلاة جديدة أو صيام جديد بمعنى آخر هل الرسول طلب من أبو حسن الأشعري أن يجيب كشراء جديد ولا كان قصد الرسول لما قال لأبو حسن الأشعري قاعد المذهب الجديد أنه هو ماسهب أهل الحق زي ما بيقول شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب يعني بالمفهوم الصحيح للعقيدة المفهوم الصحيح للأسماء الله وصفاته وأفعيله اللي كانت الهم الأكبر لأبو حسن الأشعري ونشوف مع بعض الفتح اللي جاي لشيخ الأصهر وهيقول لنا إيه إمام الأشعري هو نشأ على مذهب المعتزلة وظل تقريباً أربعين سنة على خلاف في تحديد هذه الفترة وكان في ذلك الوقت يعتبر هو فيلسوف المعتزلة شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول الإمام الأشعري هو نشأ على مذهب المعتزلة وظل أربعين سنة على خلاف في تحديد الفترة وكان في الوقت ده بيعتبر هو فيلسوف المعتزلة يعني أبو حسن الأشعاري لمدة 40 سنة وهو معتزلي ضال وبعدها جال الرسول واختاره لتقايد مسهب أهل الحق وده بيفكرنا بالرسول نفسه وأي مسلم بيعرف أن الرسول نفسه جاله جبريل كان عنده 40 سنة وقال له اقرأ إلى آخر الموضوع وأبو حسن الأشعاري بعدما كان معتزلي 40 سنة جال الرسول نفسه في المنام وممكن فعلا تكون دي إشارة من أبو حسن الأشعاري جاء فعلا بمسهب أهل الحق زي ما بيقول شيخ الأسر الدكتور أحمد الطيب ونسمع العلمات ضده هو بيأكد أن مسهب الأشعار أحد مزاهب السنة وأنه مسهب أهل الحق فمن هنا زي ما لأمة جميع التسعب صدورها في الفقه لأن يكون لأهل السنة أربعة مذاهب الحنفية والمالفية والشافعية والحنابلة كذلك ينبغي أن تتسعى أيضا صدورها لمعرفة أن أهل السنة أيضا في جانب العقدي في الأولى الاستهادية فيه اختلفت أراؤهم على هلاهة المذاهب هي المذهب الحنابلة ومذهب الأشاعرة ومذهب ما تريده وقد كانوا جميعا إذن واحدة كمال كار الشيخ الإسلامي ومناورتها على عقيدته الواسطي قال لم يزن الأشاعرة والحنابلة إذن واحدة حتى حصلت كتلة القشيري ببغداد والله يعلم إني كنت من أحرص أشد الناس حرصا على جمع الكلمة والتحادي الصد هذا كلام الشيخ الإسلامي في مناورته والشاعرة هم من أهل السنة وقد نص على ذلك السفارينيه من أبواته وهو حنبلي السلفي ومذهبه من أهل الحديث وبالحسن ليش علي نفسه هو يعتمد عليه الحنابلة وأهل الحديث في كثير من أبواته نعم هو نحن نقصده بعد رجوعه عمنا بالاعتبار وأتباعه من الأئمة من المثال أبي بكر الفيهقي والأئمة الكبار من بعده منهم إلى النص لهم الصلاح وإنه يرحاه وإنه حجر وغيرهم من الأئمة الكبار كلهم من الأشاعر ومن أهل السنة هذا لا يمكن أن يقالف فيه إلا متعصد وزي ما شفنا الشيخ العلمة دوده بيقول أن الأمة جميعا اتسعت صدرها في الفقر في أن يكون الأهل السنة أربع مزاهة اللي هما الحنفية والملكية والشفاعية والحنابلة وكمان ينبغي أنها تتسع صدرها بمعرفة أيضا أن أهل السنة في الجانب العقدي في أمور الإجتهاد الديني اختلفت قراءهم في مسهب الحنابلة ومسهب الأشعارة ومسهب المتوردية وكانوا كلهم إيد واحدة واستشهد بقول ابن تيمية أنه قال أنهم كانوا إيد واحدة حتى حصلت فتنة الكشيري ببغداد وأنا هلحص لحضراتكم اللي قلتوا أن أبو حسن الأشعاري المدت 40 سنة معتزلي وبعد كده جلوا الرسول في المنام وقال له قاعد المسهب الجديد وطبعا في العقيدة والمسهب ده وصفه شيخ الأسر الدكتور أحمد طيب أنه مسهب الحق ونقلنا لحضراتكم كلام العلمة دوته وهو من علماء المسهب السلفي وبيقول أن المسهب الأشعاري مسهب من مزاهب أهل السنة وبكده أخذنا فكرة سريعة عن الطرف الأول في معركة أين الله دلوقتي هنروح للطرف الثاني في معركة أين الله وهم وولاة الحنابلة الوهابية المجسمة وأفكركم برضو باللي قلناه في حلقة كانت رقم 62 وكانت بانوان على جمعة يكلم الرسول في قبره طبعا وولاة الحنابلة الوهابية للمجسمة الحلوليون بيؤمنوا بنفس الحديث اللي علق علي ابن حجر وقلناه في بداية الحلقة والحديث ده في البخاري يعني مفيش أي وهابي هينكروا سهل البخاري كتاب التعبير باب من رأى النبي في المنام بيقول كده عن قبل هريرة قال سمعت النبي يقول من رأاني في المنام فصيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان دي ودلوقتي إحنا نتوقع أن أي حد من غلات الحنابلة الوهابية أن يقول لنا أن أنا شفت الرسول في المنام وبيقول أن مسحبكم يا وهابي وهو مسحب الحق مش عاوزين تشريع عشان محدش يقول إحنا مش بناخد التشريع من المنامات لا إحنا عاوزين الرسول يجينا في المنام ويأكد على سوابة الإسلام ومعلومة جديدة للي بيسمع الحلقة دي من حرقات النقل أمن العقل ودي ممكن تكون لأول مرة تسمع المعلومة دي أن مسحب غلات الحنابلة الوهابية جايز أنك تستدل بمنام على صحة المعلوم من الدين بالضرورة وده مش كلامي ده كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة في الرد على البكر بيقول إيه؟ بيقول هذا الخبر لم يذكر الاعتماد عليه بل ذكر فيه ضمن غيره لتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الأثار والمرسيل وأقوال الوعلامات وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونة لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم الشرعي ولهذا كان الولماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوق حفظ أو نحو ذلك بأثار استحابة والتبين بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمعنامات مما يصلح الاعتضاد يعني ابن تيمية بيقول ممكن الاعتضاد يعني ممكن نقول دعم الأدلة يعني نعضد بالإسرائيليات والمنامات إذا كان معناها موافق للمعاني المعلومة من الكتاب والسنة وشفنا أن أبو حسن الأشعار جال للرسول في المنام وقال له قاعد للمسهب وشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب قال إنه مسهب أهل الحق دلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة أول طرف النزاع الأشعارة ممثلة في ابن حجر عندهم الرسول حي بعد وفاته عند بوته معصوم وكمان لازمة في حالة رؤية النبي في منام والرسول ممكن يجرع بعد موته وشيخ الأسهر أكد لنا الكلام ده إن أبو حسن الأشعاري جال للرسول في المنام وكان عمره أربعين سنة وقال له قاعد المسهب الجديد وإن المسهب الجديد هو مسهب أهل الحق الطرف الثاني هو مسهب الحنابلة الوهابية وتفاجئنا إن العلمات دوده بيقول أيوة الأشعارة من أهل السنة واستشهد بكلام ابن تايمية والمفاجأة الأكبر إنه برضو الحنابلة الوهابية ومثلة في الشيخ الإسلام ابن تايمية قال العلماء متفقون على جواز الاعتداد بالمنامات في إثبات صحة المذاهب وتابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف مفاجأة إن أحد الحنابلة جال الرسول في المنام زي ما جال أبو حسن الأشعري وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أترد بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أذكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر